اهلا بكم من جديد اكد وزير صناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني على قدرة المملكة لجذب شركة ليغو العالمية لتنظيم معرض ستيك المقام حاليا في مركز البحرين المركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات والذي سيلعب دورا كبيرا في تشجيع السياحة العائلية الزميل طلال نايف زار المعرض وأعد لنا تقرير التالي لجعل البحرين مركزا للسياحة العائلية على مستوى المنطقة افتتح وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني معرض ستيك الفريد من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع ليغو وهي إحدى كبرى شركات صناعة الألعاب على مستوى العالم والذي يهدف لإبراز إمكانيات وقدرات مملكة البحرين الفريدة في تنظيم الفعاليات الإقليمية والعالمية في البحرين اليوم أطلقنا معرض ستيك بالتعاون مع شركة ليغو ليغو هي من أكبر الشركات العالمية المعروفة الهدف من هذه المعرض أننا الآن في أوقات إجازة العيد وفترة الصيف ونحاول أن نجذب أكبر عدد ممكن من العوايل الخريجية والبحرينية إلى المعرض وهذه فرصة لأبناء مملكة البحرين وأيضا الخليجيين والسواحة بشكل عام أن يتعرفون إلى ثقافة المملكة وزيادة المواطنة في نفوس أبناء البحرين من خلال هذه المجسمات الموجودة لأنها للأمانة فغن مع الشركة أن يكون المجسمات من هوية المملكة نجاح مبهر تقوم به مملكة البحرين لجذب أكبر عدد من الزوار وخاصة العائلات البحرينية والخليجية عبر إطلاق المعارض المتنوعة والتي توفر تجربة استثنائية للزوار على اختلاف أعمارهم نحن دائما نحاول نركز على السياحة العائلية الفعالية هذه تركز على العائلة كلها الصغير قبل الكبير وأتوقع أن الكل بيكون مستانس الصغير والكبير بيستانس في هالنوع من الفعاليات الفعالية هذه هي فعالية مرحة وفي نفس الوقت هي تعليمية فنحن نحب أن نجمج هالشيين في فعالية مثل هذه وتعد استاك فعالية تعليمية وترفيهية تتيح للأطفال والبارقين على حد سواء التعاون لبناء نماذج وتركيبات فنية بطريقة مريحة ومبتكرة والتي تمنح جميع أفراد العائلة فرصة لتعلم المفاهيم الميكانيكية البسيطة ومن المقرر أن تستمر هذه الفعالية في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات لغاية الثامن من الشهر الجاري متنفس عالي يسعى لجذب أكبر عدد من السياح تزامنا مع فترة الصيف لتعزيز وترسيخ الهوية البحرينية الثقافية لدى زور طلال نايف للنشرة الاقتصادية أعلنت شركة بنفت عن تدشين برنامج المحفظة الوطنية الإلكترونية للهواتف الذكية بنفت بي ويتمثل برنامج المحفظة الوطنية الإلكترونية في تطبيق للهواتف الذكية يسمح للمستخدمين دفع أو استلام المبالغ المالية دون الحاجة إلى حمل البطاقات المصرفية أو الأوراق النقدية كما يعتبر البرنامج الإلكتروني الجديد نظاما شاملا يخدم جميع العملاء والتجار ويتيح للتجار إدارة الفروع وتتبع عمليات الدفع وتحميل التقارير على مدار الساعة بشكل سهل وآمن وتعتمد المرحلة الأولى من المشروع على تفعيل خدمة الدفع عن طريقة تقنية QR Code والتي تسمح للمستخدمين باستخدام التطبيق لقبول عمليات الدفع عبر مسح رمز الاستجابة السريعة طبعا هذا سيسمح الزبائن سواء كانوا أفراد أو مسات تجارية باستخدامها للهداوة المدفوعات لحسب تجاراتهم طبعا وممكن استخدامهم هذا الخدمة أو هذا التطبيق بدون استخدام الأوراق النقدية لإرسال واستلام المبالغ بسهولة وبأمان طبعا اليوم المرحلة الأولى في التتشيل اللي هو راح يكون مجرد استخدام بطاقة الصراف الآلي وإن شاء الله في خلال ستة شهور راح يتم تطبيق اللي هو المرحلة الثانية اللي راح تشمل بطاقة الاعتمان والحسابات أو تحويل الحسابات من بانك إلى بانك ثاني والآن نتابع أسعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل نشرة مشاهدينا مع استعراض إغلاقات البورصة الخليجية لهذا اليوم اتواصل الإداء المتبين في الأسواق التي هيمنت الأوراق أو الألوان الحمراء على غلاقتها ونبدأ مع أبرز الأسواق الرابحة بورصة الكويت التي كانت على انخفاضات بإغلاقات الأمس لكنها غلقت اليوم عند مستوى 6638 بارتفاع نسبته 1.12% عن معدل الإقفال السابق حيث شهدت نشاطا في تداول أسهم قطاعات البنوك والخدمات المصرفية نتحول إلى سوق العاصمة العمانية مسقط الذي عاد للارتفاع بعد جولات من النزول وأقفلت صعودا بنسبة قارب من العشرين بالمئة وكانت أبرز القطاعات التي ساهمت في الصعود قطاعي الخدمات والطاقة ننتقل إلى السوق المالية السعودية التي تواصل مرحلة جني الأرباح من خفاض نسبة 2.5% في حين سجلت بورصة دولة الإمارات تراجعات بنسبة متفاوتة دون النقطة المئوية أما بالنسبة إلى بورصتنا المحلية ومشاهدين فقد أقفلت مغايرة عن ألوان الإقفال السابق بارتفاع نسبته عشر نقطة مئوية عند مستوى 1317 نقطة وكانت أبرز القطاعات التي شهدت تداولات قوية قطاع الصناعة وقطاع البنوك التجارية وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 5.439.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 2.22.000 دينار تم تنفيذها من خلال 90 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم من قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة من نسبته 35% من القيمة الإجمالية للأسهم اشتركوا في القناة